أصبحت لعنة الإصابات تلاحق صالح جمعة صنع لعاب الفريل أول لكرة القدم بالإسماعيلي لا يخرج من إحدها سليما بعد تماثله للشفاء إلا يقع في أخرى تبعده عن الملاعب لفترة طويلة ويعاني اللاعب حاليا من تمزق في عضلة البطن تحتاج لمدة لا تقل عن أسبوعين للتعافي منها محمد فوز حارس الإسماعيلي في الفورمة نتيجة حرصه على أداة التدريبات اليومية بقوة تحت إشراف مدربه محمد عبد المنصف حتى لا يبتعد عن التواجد ضمن التشكيل الأساسي للفريق خلال اللقاءات الرسمية المقبلة بالدور الممتاز ينتظر محمد بيومي لاعب وسط الإسماعيلي أن يلعب أساسيا في المباراة الرسمية المقبلة ولا يجلس على دكة البدلاء لكي يخرج من حالة الأحباط التي يعيشها خلال الوقت الراهن لا سيما وأنه يخشى أن تكون لها تأثير سلبي وراء انخفاض مستوى البدن والفني مستقبلة اقترب مسؤول الإسماعيلي من التعاخد مع المدافع الصاعد سعد عبد السلام بعد أن قضى فترة معايشة داخل النادي وشارك في التدريبات واللقاءات الودية وظهر بمستوى جيد ويتم قيد اللاعب تحت السن سعد والده فلسطيني وولدته مصرية ويتماز بقوة البنيان والأداء الرجولي داخل المستطيل الأخضر أبدأ أحمد حسام ميدو المدير الفني الإسماعيلي إعجابه باللاعب محمد عبد السميع نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بعد أن تطور مستوهل الأفضل خلال اللقاءات الرسمية التي شارك فيها مؤخرا وبالتحديد مباراة الداخلية وأصبح عبد السميع الشهير بلقب ميعة قريبا من اللعب أساسي في تشكيل الدرويش للمواجهات الرسمية المقبلة من عمر الدوري الممتاز ترجمة نانسي قنقر